أشهر من حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة كانت كفيلة في تشكيل عنوين احتجاجات جديدة عبر العالم وتشكيل رئي عام عالمي تحديداً في بلدان لطالما تغنت بدعمها للاحتلال الإسرائيلي ظهر طيفها في مظاهرات عارمة مؤيدة لفلسطين امتدت رقعتها في أكثر من 500 مدينة أمريكية والعديد من المدن الأوروبية لتتسع هذه المظاهرات وتصل إلى ما يعرف بجامعات النخبة الأمريكية والمرموقة عالمياً مثل هارفارد وييل وبرينستون وكولومبيا التي تخرج فيها أبرز السياسيين الأمريكيين وحول العالم يرتدها أصحاب المال ونفوذ وصولاً إلى جامعة السوربون في فرنسا أكثر من 80 جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ما زالت تشهد احتجاجات طلابية داعمة لفلسطين ومناخضة لإسرائيل فمن جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك انتلقت الشرارة الأولى لهذا الحراك الطلابي فأصبحت في صدرة مشهد الاحتجاجات المنددة لإسرائيل وما ترتكبه في غزة هذه الجامعة المشهورة خرجت أعداداً كبيرة من السياسيين وعلماء الاقتصاد الأمريكيين بالإضافة إلى رؤساء أمريكيين سابقين كباراك أوباما وثيادر روسفيلت وفرانكل روسفيلت كما تخرج فيها عدد كبير من الحائزين على جائزة نوبل وهو عدد أكبر من خرجي أي جامعة أمريكية أخرى جامعة كولومبيا أيضاً أعدت بنا المشهد قبل 56 عاماً فكانت بوابة احتجاجات على حرب فيتنام عام 68 وكانت نقطة تحول في سياسة أمريكا كما تصدرت المشهد في قضية أخرى وهي الكفاح ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا عام 1985 لم يرق هذا الاتساع الاستثنائي في رقعة الاحتجاجات لصناع القرار الأمريكيين فسرعان ما تدخلت قوات الشرطة لفض هذه الاحتجاجات ولم تتوانع عن استخدام القوة بحق الطلاب وأعضاء الهيئة التدرسية في الجامعات فاعتقلت أكثر من ألف طالب وأستاذ ولكن ما الذي يطالب فيه الطلاب المحتجون تحديداً؟ أغلب التنظيمات الطلابية بالعديد من الجامعات الأمريكية طالبت بوقف دائماً لإطلاق النار في غزة وإنهاء تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ووقف التعامل البحثي مع الجهات الإسرائيلية ووقف أي علاقات للجامعات مع موردي الأسلحة والشركات الأخرى التي تستفيد من هذه الحرب والعفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين تم تأديبهم أو فصلهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات كل هذه الاحتجاجات كشفت عن كيفية فشل الجامعات في الوفاء بالتزاماتها بحريات التعبير وحماية طلابها خاصة عندما يتعاطف المزيد من الطلاب مع القضية الفلسطينية أكثر من تعاطفهم مع الموقف الإسرائيلي إذن حراك واسع للجامعات سواء كانت أوروبية أم أمريكية يتدحرج ككرة الثلج ليفتح المجال لانضمام المزيد والمزيد من الجامعات لتلفزيون فلسطين رايش تاوي